السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعكم مهندس رجب نصر. ان شاء الله انا رضا معنا درس جديد من درس دورة الكلاسي الكنترول وهنتكلم عن الجزء الاخير في الدورة اللي احنا بنتكلم معنا او استكشاف الاعطال واصلحة. اه اول حاجة احنا طبعا احنا لازم لما نيجي نستكشف عطله ونصلحه بنقسم يعني اه بشكل كده ايه يعني خطوات معينة بشكل معين كده خطوات معينة نقدر اه نتتبعها نتبعها اثناء عملية تتكشاف العطل واصلحه اول حاجة تجهيز تجهيز حاجات معينة طبعا احنا نشوفها ايه تجهيز ايه وكل حاجة هنشوفه النقطة الاساسية وبعد كده حاجة اسمها الفحص وتحديد منطقة المشكلة وبعد كده تحديد اسباب العطل وبعد كده الاختبار والاصلح والمتابعة ناخد نقطة نقطة فيهم نشوف ازاي نعملها تمام التجهيز اول حاجة لازم اجهز حاجة اسمها ودي ادوات اللي انا هستخدمها في عاملة الاصلاح اللي قد تكون من عبارة عن مفكات او الصفات او بنوز او مفاتيح جميع الادوات اللي انا محتاجها لازم تكون ادوات وكمان ادوات كهربية يعني كمان يعني زي ما تشاف كده ممكن في مفكات بس لازم يكون معزولة زي ما تشاف مفكات كده مصامير معزولة عشان ما تتكهربش لو اه ما تعرضش لاي صدمة كهربية وكل الادوات لازم تكون معزولة كويس جدا عشان التعامل هنا تعامل كهرابي وليس تعامل ميكانيكي. الحاجة اللي بعد منا طبعا محتاجين ان احنا نجهز او اجهزة القياس. وطبعا اجهزة القياس كده فيه ممكن او اللي انت شايفينه. وده عشان يقيس الامبير وممكن يقيس الفولت ويقيس الاوم والتردد. وكمان برضو ممكن نستخدمه. وجهاز برضو برضو عشان يختبر برضو العزل اه لو احنا هنختبر اه محركات او حاجة. فدي الاجهزة ديت بتكون لازم تكون متوفرة معنا. دي ابسط الاجهزة اللي تكون لازم تكون متوفرة معنا في البداية. وكمان او الملابس الامنة او ملابس الامان الكهربية. ودي لها مواصفات خاصة غير اي ملابس امان تانية. لازم تكون عزلة كهربية بشكل كويس. زي مسلا او الجوانتيات او السماعة لو انت بتشتغل مكان فيه صوت عالي. الخوزة وبرضو الاماكن لو فيها ايه تعليق. الحزام الامان. وطبعا النضارة. ولازم تكون طبعا الحاجات دي مصممة كهربيا كويس جدا تتحمل زروف كهربية او الشغل في مناطق كهربية. آآ بعد كده برضو ايه حاجات برضو ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها من التجهيز? لوحة الكهرباء. احنا لا مش هنخش على مكان نعمل فيه سيانة او نعمل فيه استكشاف اعطال. مغير ما يكون عارفين لوحة الكهرباء بتاعتنا او بتاعتها او حفزانها. فطبعا مش حفزانها. طبعا اللوحة دي بتبقى فيها بيانات كتيرة جدا. وبتبقى اي لوحة كهرباء بتبقى موجودة عند حضرك بيبقى ليها ورقيات. الورقيات دي بتبقى عاملة التواصلات الداخلية كلها بالكامل لهذه اللوحة. لجميع عناصر اللوحة بالكامل. واللوحة دي بتبقى دايما اكتب عليها موصفة خاصة بلوحة ايه? يعني مسلا اللوحة اللي تشايفينها دي لوحة موجودة في مكان ما هنا في مصر. مول في مصر. اسمه مول مصر. وآآ ليها بيانات معينة وملك مين من من العميل هذا العميل. وشغالة على كم جهد قد ايه? وتردد قد ايه? عشان طبعا ممكن يكون اللوحة ديت هتروح في مكان تاني او دولة تانية. وليها تردد معين ولها جهود معينة. فبيقول لك برضو اللوحة ديت عدد صفعتها قد ايه برضو بتستخدمها. ومكان دخول كابلات الدخول الرئيسية بتاعت اللوحة ومكان الخروج للمخارج برضو الخاصة باللوحة عشان لو اللوحة دي مسلا كانت لوحة مواتير فبيخش لها كابل عمومي بيخرج منها كابلات تتحكم في المواتير. فبيقول لك مكان الدخول منين ومكان الخروج منين. وفي بعض البيانات بقى المصمم والمنفز او المصمم اصوري والشركة المنفزة وحاجات كتيرة كده ممكن تبقى وصفها دا حتى ايه نحن ام هنا كلوحة كهرباء البيانات الاساسية وبعد كده ده الاسم الوايرنج دايجرام وبعد كده طبعا مفيش لوحة طبعا تخلو من حاجة اسمها جدوى للرموز يعني اللوحة بتبقى كلها رموز معينة انت لو مش فاهم كهرباء ترجع للرموز بتاعتها هيقول لك كل الرمز ده يعني ايه بالزبط في اللوحة. اه الرموز متنوعة كتيرة يمكن رموز مواتير رموز مقاومات رموز حاجات كتيرة جدا زي ما تشافينا مش هنقدر نتكلم في تفاصيلها كونتكتورات مفاتيح مفيش عنصر كهرباء يبقى موجود في اللوحة الا لازم يكون محطوط في دايرة او في لوحة الكهرباء دي الورقية اللي عمعانا دي. جميع المفاتيح انت شايفينها يوت اهو دي مفاتيح خاصة السويتشات كلها سواء سويتش كان سويتش يدوي او سويتش جاي من حساسات مثلا ولكن زي الليمت سويتش اللي انت شايفينه اي حاجة من الحاجات دي كلها طالما موجودة في اللوحة هتلاقيها في جدول موجود في اللوحة بردو. تمام? جميع الرموز زي ما انت شايفين كده مستخدمة. كويل اي حاجة صفحات كتيرة اهي زي ما انت شايفين حتى تطالكم. جميع الحساسات اهو. وبعد كده بيجي يقول لك بعد كده الاسلاك المستخدمة ايه سلك الباور مسلا خاص بينا قد ايه في الدايرة بتاعتنا. وسلك الرحل بيه اللي سي قطره او مساحة مقطعه قد ايه? والدوائر المساعدة النقطة المساعدة برضو بمساحة مقطعها قد ايه? والوان برضو بتاعتنا. الالوان دي بتكون اللون بيتم توصيله بيتم توصيله على ايه بالزبط? يعني هنا مسلا موصل البلاك هنا دي البلاك هنا اللون الاسود هنا لدوائر والاصفر والاخضر هنا مع بعض دي الاردي مكتوب والاحمر هنا مكتوب للاجزيلة واللون الازرق هنا حاجة اربعة وعشرين فولت دي سي وبرضو هنا مكتوب حاجة اسمها فهو بيقول لك كل سلك هنا بتاع ايه ورحل يعني بيستخدم الايه بالزبط عشان ما تبقاش الموضوع يعني انت مش فهمه هو معرفة كل سلك خاص بيه عشان للتسهيل عليك اثناء عملية الصيامة وتتبع العطال. الالوانة هو تممكن هنا ما يديك يديك في الاخر يكتب لك رموز في اللوحة نفسها ويجي في في الصفحة الاخرية يديك رمز يعني او الرمز ده يعني ايه يعني بي ايه ده يعني مسلا كلمة اللون بلاك آآ بي ار براون ر د يعني ري czyli ويعني هو بيقول لك جميع الاختصارات دي بيتعني ايه بالزبط في لوحة الكهربة؟ هو يكتب لك في لوحة الكهربة في عموم اللوحة نفسها في الصفحات كلها دي وانت تعرف دي تاعز تفهمها تروح للرجدول الرموز تاني او رموز الالوان نفسها ويختصر اللون يقولك اللون ده كان اختصاره ايه? بتاع ايه بالزبط? تمام? وازا ما تشايفين كده اللوحة الكهرباء عامة بتتقسم يعني دي صفحة كهربية صفحة بيبقى دايما مكتوب اسم الصفحة هنا مسلا رقمها وبتقسم الصفحة ديت لمجموعة من كده اللي هو واحد واتنين وتلاتة واربعة او الاعمدة زي ما بيقول له اعمدة او ففي بعض الصفحات شركات بتبقى في اعمدة يعني مسلا تلاقي المجموعة دي كلها موجودة في الصفحة مسلا الستة ديت وفي العمود التاني او رقم اتنين كل ده موجود في رقم اتنين بالكامل وهكزا المجموعة التالتة اللي هي خاصة بالجزئية ديت موجودة في السكشن التالت في نفس الصفحة بدايرة الباور موجودة في نفس الصفحة وهكزا الرابع الخامس هنا مفوش غير نقط مساعدة هنا السادس برضو اهو قدام منك السابع التامن والتاسع فاضي والعشر فاضي وبعد كده طبعا اه يعني ممكن نشوف بعض المسميات ممكن تلاقي اسلاك لها اه لها في نهايات كده موجودة لها رموز معينة او ارقام معينة ايه الارقام دي تعني ايه الارقام دي تعني حاجة موجودة برضو في صفحة اه يعني في رسومات الكهرباء يعني ايه انت هتشوف الرسومات كده مكونة من ستة ارقام لو الرقم كان مكون من ستة ارقام هتلاقي مسلا هنا الرقم الصفحة او الرقمين هما رقم الصفحة ده يعني رقم الصفحة وده يعني رقم العمود او السكشن وده يعني رقم الصفحة الصف نفسه يعني احنا لو رجعنا الصف اللي فات كده تاني قد تلاقي في بعض الرسومات في اركمان ارقام صفوف يعني هنا في ارقام اعمدة وقد تلاقي ارقام صفوف كمان. تمام? كده. افقية بشكل افق. فترجع لو انت رحت للصفحة لبعدمينة تاني ممكن تلاقي هنا ايه ده? يخص رقم الصفحة او الرقمين ويخص بعد كده رقم العمود وبعد كده يخص رقم الصف. تعرف بعد كده تشوف العنصر ده كده بالزبط وتروح للرسمة تعرف هو موجود فانه صفحة. في الصف رقم كام? في العمود رقم كام? تمام? اه يعني دي بعض الرسومات اهي كده اهي مكونة من صفوف اهي من صفوف بشكل افقي. وكمان اعمدة كمان اللي هي اهي واحد اتنين تلاتة اربعة والصفوف هنا قد ياخد نفس ارقام او تاخد اه حروف. تمام? ممكن تلاقي حاجة مكونة من خمس ارقام. يعني لو حاجة زي كده شايفينها من خمس ارقام. وهنشوف فيديو صغير كده في نهاية الحلقة اه يعني ايه هيساعدنا مقتبس من القناة. اه ايه وترجمته انا. هيساعدنا بشكل سريع كده ان احنا نقدر نتتبع اي عنصر موجود في الدايرة. يعني ده حاجة مكونة من خمس ارقام زي ما انت شايفينها. طبعا الرقم الاولين هو رقم الصفحة. الرقمين دولت هو رقم الصفحة. الرقم التاني هو رقم العمود. والرقم التالت هو الخامس يعني الاول والتاني رقم الصفحة. والتالت والرابع رقم العمود. والخامس هو رقم الصف. لان غالبا ببعدد صفوف اقل من عدد العمدة يعني. لو كانت اربع اربعة ارقام مكون من اربع ارقام هتلاقي هو رقم الصفحة على طول ورقم العمود نفسه. تمام? وممكن تلات ارقام بس انا في خطأ هنا كتبت تلاتة اربعة بدل تلاتة. هتلاقي رقم الصفحة ورقم العمود على طول. وكده تعرف ان الصفحات نفسها لا تحتوي غير على تسع اعمدة. اه ممكن اه لو عدد الصفحات اه كان بزيد عن مئة صفحة. لو ببقى الرمز الاول تلات ارقام هم ارقام الصفحات اللي هو عشان طبعا بيزيد عن مئة صفحة فلازم يبقى واحد صفر صفر مسلا اتنين صفر واحد وهكذا معك لحد تسع من صفر من صفر 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 لحد تسعمية تسعة وتسعين. تمام? ويبعد كده بيبقى فصل بيبقى فيه فصل نقطة كده وممكن بعد كده يبقى بعد كده رقم العمود اللي احنا آآ هنشتغل عليه نعرف العنصر جاي منين. وهنشوف فيديو فيديو صغير هيوضح لنا النقط دي مع بعض. تلاتي هنشوف ازاي نتتبع لوحة كهربية ونقرأ العناصر جواها. دي لوحة كهرباء اللي اتشافينا لوحة كنترول. طبعا بيكون معنا الرسومات بتاعتها محضرينها زي ما تشافين هنا هو. ومبدئيا اللوحة دي زي ما هو بيشرح كده بيقول ان دي خاصة بلوحة آآ تحويل مية صرف ليه مية نظيفة. ومكونة من بابين زي ما تشافين كده. وفي مجموعة من السويتشات وفيه في اللوحة موجود داخلي. تمام? وهيشرح هو باحد السويتشات او بعض العناصر الموجودة في الباب هذا الباب. وشوف ترقيمها عاملة ازاي وتقراها ازاي على اللوحة مع بعض. يعني اول حاجة هنا خاص بالميوت تاع الجرس او باكتم الجرس وهنا خاص بحاجة اسمها وهنا البوش بوتن بتاع الامرجنسي. تمام? يشوفي الكلام دوت ما هيقراض ازاي في اللوحة. كل الرسومات هي هنا اللي انتو شايفينها ديت كلها موجودة ما تبقى مرسومة في اللوحة الكاربية اللي هي الورقية اللي انت شايفينها بمصمامة ببوتوكات او ببرمج اخرى. ومفيش حاجة محطوطة في الدايرة اللي غير لما ليها آآ توصيف او كتابة بالزبط زي ما تشافين كده. تمام? ده ده الامرجنسي اللي احنا شوفناه في باب اللوحة اللي اتشافينا اهو. تمام? مكون من اربع اسلاك. زي ما تشافين مكتوب عليه واحد واثنين واحد واثنين. لو احنا فتحنا باب اللوحة هنلاقي برضو نفس الكلام مكون اهو من اربع اسلاك. ونبصنا عليها في ظهر باب هنلاقي في واحد واثنين واحد واثنين. تمام? ده بتاع اول نمق الرقم بتاعه. لو احنا بصنا على اطراف واحد واحد واثنين واثنين هنا. في واحد منهم من الاطراف جاي من حاجة اسمه متين واحد. سكشن واحد. صفحة متين. واحنا حالين دقط في صفحة تلتمية واحداشر في الرسمات الكهربية. فلو احنا رحنا لو يعني لصفحة متين في سكشن واحد هنلاقي دي احنا جايين منها. اهو. اهو دقط حالين راح لصفحة متين. ودي سكشن رقم واحد اهو. اهو. هنلاقيه هنا. بقولك ده جاي من ايس دي كاب تلتمية صفحة تلتمية وحداشر القطاع الاولاني اللي احنا كنا فيها من شوية. لو رجعنا تاني من صفحة تلتمية وحداشر الاولاني مرة تانية اهو. هنلاقي احنا جاية من صفحة متين. اهو. تمام? احنا هلاقي في صفحة تلتمية وحداشر. لو احنا رجعنا صفحة ميتين مرة تانية. تمام? هنلاقي احنا هنا في الخط ده اتجاي من صفحة مية وخمسين. السكشن التاسع. نروح لمية وخمسين اهو السكشن التاسع نلاقي ده اهو حتى مكتوب اللي احنا جايين رايحين متجهين لصفحة رقم متين. تمام? ده بقي يعني الربط بين الصفحات وبين بعضها عن طريق الارقام ديت. تمام? وبرضا اهو قدي صفحة متين. هتلاقيها جاية من الصفحة مية وخمسين ورايح لتلتمية وحداشر. اللي الجزء اللي احنا اتكلم عليه من شوية السكشن الاولين. نروح لتلتمية وحداشر. تمام? اه دي تلتمية وحداشر السكشن الاولين. زي ما تشايفين مكسومة قطاعات سكشن اول وتاني وتالت ورابع وهكسب. تمام? تمام? هنا برضو في طرف تاني جاي من صفحة تلتمية وعشرة السكشن التاسع. وهنا برضو حاجة جاية من الصفحة رقم متين السكشن الاول. وهنا بيقول لك ان هو راح للبيالي سي. ده الجزء ده اسمه بيالي سي ديشتر امبوت. او المداخل بتاعت البالي سي. هلالقيا ايه هنا مكتوب ايه في صفحة تلتمية? اهو. ادي البالي سي. وهتلاقي نفس الكلام برضو هو متنفس في اللوحة نفس الكلام. لو رح ل gesagt. هتلاقي وحد وواحد اهو واتنين واتنين. ادي وواحد. وهدي اتنين واتنين. تمام? في السكشن بتاعنا. ادي اتنين واتنين واحد واحد تمام اتنين واتنين متجهين لمكان معين ادي واحد منهم من الاتنين راحين ليه تمام لو احنا بصينا على المداخل بتاعت هتلاقي مدخل منهم اهو مترقم تمام هو هو مشاور هنا على فين اهو هنا خارج اهو على تلتمية يو تو على واحد ده البي نفسه اهو ادي تلتمية يو تو على واحد اهو اهو تمام تمام لو بصيت عليها هتلاقيه جاي من رقم اتنين تمام رايح على اللي احنا قلنا عليه اهو يو تو تلتمية يو تو على واحد اهو ومترقم رقم اتنين اللي هو جاي من التاج اللي هو جاي من رقم اتنين احنا قلنا عليها اهو اتنين كان هناك في الامتشن ستوب ودي اتنين هنا في السكشن اللي هو تلتمية يوتو على واحد طبعا كل العناصر اللي انت شايفينها دي كلها تبقى موجودة في لوحة الكهرباء ومترقمة موجودة رايحة من مكان يعني بتكون في مكان السلك دايما بيبقى ليه طرفين رايح من مكان ومنتهي في مكان تاني فهو موصف لك بالزبط في لوحة الكهرباء انت بتتتبع كل عنصر ازاي كده احنا اخدنا خطوة التجهيز بعد كده هندخل على الفحص وتحديد مشكلة العمل منطقة العمل وبعد كده هنشوف تحديد اسباب العطل بالتفصيل بعد كده طبعا اخر حاجة حاجتين بنعملهم هو بناختبر ونصلح بعد من حدد العطل وبعد كده بنعمل عاملة متابعة طيب اه الفحص بقى وتحديد منطقة المشكلة يعني اللي هو الخطوة رقم اتنين اول حاجة طبعا احنا لازم نفهم الرسومات الكهربية اللي احنا شفناها في هذا الدرس ازاي نفهم ان نشوف اللوحة الكهرباء وانطلع الرسومات الكهربية الخاصة بيها وكمان الرموز بتاعتها نعرفها والاختصارات اللي احنا شفناها في الصفحات اللي فاتت وكمان نفهم ترقيم الصفحات وترقيم الاعمدة ورقم الصفوف وفهم ترقيم الموصلات نفسها زي ما احنا شرحنا في الفيديو ده وكمان لما يحصل مشكلة لازم نروح نسأل الفني او الرجل المشغل المسؤول عن هذا اللوحة هذه اللوحة او هذه المكنة نسمعه بشكل جيد ونعرف ايه الشكوى بتاعته بالزبط عشان الشكوى ديت هتسهل لنا احنا عايزين نروح لانه طريق بالزبط هتختصر معانا الطريق بعد كده كمان نتأكد من التغذية قبل وبعد التشغيل لمعرفة اللو العطل دوت كان عطل عمومي يعني من مصدر التغذية ولا اه ومشترك على كزا لوحة ولا جاي في مكان محدد يعني تمام برضو الكلام ده هيفدنا من شكوة العميد برضو المشغل ده نفسه تمام الخطوة الستة اللي احنا نتأكد من فيوزات والقواطع انها تكون سليمة والخطوة السابعة انها نحدد المشكلة هي مشكلة باور ولا مشكلة كنترول وطبعا بعد كده نخش على الاعطال الباور اه لو لقينا مثلا ان مطور مش شغال فطبعا لازم ممكن تبقى ادية ان سبابها تكون مشكلة في التغذية الكهربية على اللوحة ومشكلة ممكن تكون من حمل نفسه يعني مثلا ولكن من المطور نفسه اللي احنا مغزينه ده يكون هو ده الحمل نفسه اللي هو موصل على مطور يعني المطور بيكون شغال ممكن المطور نفسه يكون موصل على فممكن تكون المشكلة في الحمل نفسه فا احد المشاكل ممكن يكون عطل اللي هي جاية من تغذية الكهرباء ممكن يكون عطل في او او نفسه ودي ده ممكن يكون في دائرة قصر موجودة على كابل التغذية او الحمل او تلف في الكونتاكتور الستار مسلا في دواير ستار دلتا طبعا اه تم الفحص بدون رفع المفتاح طبعا لمعرفة السبب يعني مش هنرفع المفتاح نرفع لا نخلينا بغير رفع مفتاح عشان لو رفعنا مفتاح ممكن يكون المشكلة موجودة فيحصل شرطة تاني يعرضنا لازا يعني فطبعا مش هنرفع المفتاح خالص لو لقينا مفتاح سائط تمام ونعرف نحاول نشوف سبب العطل ممكن الحاجة التانية برضو مشكلة في تغذية الكهرب ممكن يكون عطل يعني يحصل نفسه وده ممكن يكون بسبب تحميل مباشر على المطور نفسه على طول وممكن يكون في تحميل غير مباشر بسبب ايه على المطور نفسه يحصل تآكل في في او في زيوت التبريد او في فلاتر الزيوت فيها مشاكل الحاجة التالتة ممكن يكون عطل في مصدر الكهرباء نفسها او وده جهاز طبعا جهاز الحماية الرباعي ده ممكن ده جهاز بيحمي ضد ارتفاع الجهد او انخفاض الجهد او سقوط احد الفازات او تبديل فازتين مكان بعض وده ممكن يسبب مشاكل طبعا فكان فيه بعض الاجهزة الحماية زي جهاز الرباعي ده آآ بيقدر يعمل لنا ترب لو حصل في لو حصل احد المشاكل اللي احنا سابعنا عنها للاربعة دولت بسبب سقوط احد الفازات او تبديلها او انخفاض او ارتفاع الجهد عن الحدود المسموح بها وطبعا بنكون زبطين الجهاز ده عن الحدود على الحدود اللي احنا محتاجينها في آآ ظروف الشغلة بتاعتنا ممكن يحصل عطل في الكونتاكتور نفسه الكونتاكتور نفسه ممكن يحصل فيه لحام او تلديع في نقطة الكونتاكتور نفسه نتيجة ان الكونتاكتور ده يكون آآ مر فيه طيار عالي او يكون الكونتاكتور ده بيعمل عملية متكررة يفتح يقفل يفتح يقفل ويكون الكونتاكتور ده غير مصمم لعملية الفتح والاغلاق دي يعني احنا شفنا في درس الكونتاكتور آآ في بعض انواع الكونتاكتور اللي هي اسمها اي سي وان و اي سي بتاعك. ممكن تكون بقى مشكلة بقى في الحمل نفسه. يكون الحمل اللي هو مسلا متوصل على المطور نفسه. تمام? ممكن يكون عطل ميكانيكي. ممكن يكون رمان بيلي مسلا او صندوق تروس. ممكن يكون عطل 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 سبب كهربي في الحمل نفسه والمطور نفسه. ممكن يحترق المطور الملفات بتاعته اتحرقت. كل دي مشاكل ممكن تحصل في اعتار باور يعني. تمام? اه اعتارك كنترول طبعا برضو مكتر لو ما شغال فيه اشارة ممكن ما تكونش واصلة كويس وممكن تشغيل بس ما بيحققش المطلوب. لو الاشارة مش واصلة كويس هنراجع ملفات الكنتكتورات والريل هات كلها ممكن يكون فيه حاجات تتحرقت. الملف نفسه بتاع الكنتكتور ممكن تحرق وارد. او ريلي ممكن يتحرق او التايميرات ممكن تتحرق الملفات بتاعته نفسها الكويل اللي بتاعك. وممكن نفحص نقط كلها نقط اللحام نفسها وممكن يحصل فيه الكربانا او ممكن يحصل قطع. كل ده في دوائر الكنترول ممكن تحصل. كربانة يعني يبقى بيحصل عدم توصيل غير جيد لنهاية الاسلاك. فبالتالي يحصل عملية آآ يعني تتكون مادة كده على نهاية الاسلاك. والمادة دي بتبقى بتبقى مادة عزلة. فانت شايفها ان هي موصلة ولكن هي لو بصيت عليها هتليها معزولة. يعني بسبب من مادة الكربون ده او اللي بتطلع على النهايات. فلازم نتأكد من نظافة النهايات. وكمان تربيط الاسلاك المصامير بشكل جيد جدا. ما يسمحش ان وجود عدم التربيط لان ده برضو بيبقى مشاكل في الكنترول بيسبب بعد كده او احتراك عند النهايات. وطبعا بنرجع جميع السويتشات بتاعتنا والحاساسات. وبالنسبة لو التشغيل ما كانش بيحقق المطلوب بنرجع الحاساسات نفسها وبنرجع كمان البرمجة لو في حالة احنا عندنا طيب. ممكن بقى الحاجة التالتة اللي احنا بقى نحدد سبب العطل بقى بالزبط يعني هنعرفنا فين منطقة المشكلة نفسها نحدد بقى سبب العطل. احنا شفنا مفتاح فاصل. لو شفنا مفتاح فاصل بس لازم نعرف ايه بقى سبب المفتاح ده فصل ليه? فمسلا نشوف ايه سبب العطل. عندنا مسلا لو اعطاء المحاركات التلاتة فاز الحاسية ديت. في مسلا اشهر الاعطاء اللي بتحصل ممكن تلاقي المحرك عندك شغال بيعمل ولكن درجة حرارته مرتفعة. هندور على احد هيبطلع سبب من الاسباب اللي انتم شايفينها. دي ممكن يكون وجود قصر بالملفات بتاعته. فلو طلع فيه شرط من ملفات المطور نفسه في المحرك نفسه. هيتم اعادة لف المحرك. على طول تاخده كده توديه يتلف مرة تانية. طيب لو زيادة ممكن برضو المحرك بيعمل درجة حرارة عالية وشغال كويس لكن السبب التاني بتاعه ان احنا بيزيد الحمل اكتر من قدرة المحرك نفسه. يعني الحمل نفسه لقدرة اكتر من قدرة المحرك. ساعتها هنعمل ايه? هنختبر الحمل فممكن يكون طبعا فيه مشكلة في الحمل اللي هو محطوط على محورة محركة او الاكس بتاع المحرك. اه لو الحمل اعلى من قدرة المحرك. يعني اه طبعا بيتم اه يشوف ايه مشكلة الحمل اعلى من قدرة المحرك ممكن يكون فيه سبب ميكانيكي. ولو هو كان الحمل شغال بشكل طبيعي واعلى من قدرة محرك ساعتها لازم نستخدم محرك اعلى قدرة من اه القدرة المحرك اللي فات ده وعشان يكون مناسبة مع هذا الحمل. عشان نشغل الحمل ده. يعني لازم يكون محرك قدرته تتناسب مع قدرة الحمل نفسه. السبب التالت ممكن اللي يخلي درجة حرارة متافعة هو انخفاض او ارتفاع فرق الجهد الواصل على المحرك. ساعتها لازم نأكد ان احنا لازم نلتزم بالجهد المقنن على المحرك. يعني كل محرك ليه جهد مقنن خاص به. لازم نتأكد ان احنا موصلين هذا المحرك على هذا الجهد المقنن بنسبة سماحية مسموح بيها للمحرك. السبب الرابع اللي ممكن يحصل عندنا تلف الرمان بيلي او الجلب. وطبعا ده هيحصل 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 سبب احتكاك بينهم بين بعض وبين محور المحرك يعني بين الحمل وبين محور المحرك نفسه. فممكن تزيد درجة الحرارة وبصحب ذلك ارتفاع دبيك في الصوت المحرك يعني. ساعتها بنقوم بتغيير الرمان بيلي او الجلب او تشحيمها لو احتاج الامر. اه لو كان الموضوع بيحتاج الى او من مطور او حمل بيحتاج الى تشحيم. من نوع اللي هو بيحتاج لتشحيم. اه الاعطال العطل التاني اللي ممكن يكون عندك المحرك بيعمل صوت عالي ولكن بيعمل صوت زنة كده ولكن مش بيبدأ الدوران. طبعا ده من اشهر المشاكل اللي ممكن تلقابلها عندك. وطبعا اشهر مشكلة دي بتعرف على طول بمجرد ما تسمع كده. تشك على طول ان فيه فازة من فازات سقطت. وده الحمل ده لو انت حصلت معك المشكلة دي انت لازم تفصل الكهرباء فورا عشان لو مطور سقط منه احد الفازات بيسحب طيار عالي جدا بيخلي ما الفات تحرق. فطبعا ايه احد الفازات سقطت ممكن تكون سقطت بسبب المصدر الكهرباء نفسه فيه فازة سقطت. تمام? او الكونتاكتور نفسه مثلا التلات اطراف الباور بتاعته اللي دخل المطور فيه فازة لتدعت. فبالتالي هو شايف ان فيه فازتين فقط من التلاتة. فهنا الحالة ديت لو حصلت لازم فعلا زي ما قلت لك تفصل لوحة الكهرباء على طول وتتأكد من المشكلة ديت عشان المطور ساعتها ممكن يكون سليم وانت تماديك في هذه المشكلة يخلي المطور يتحرق. فانت لازم تكون حريص عند الحتة دي. يبقى سقوط احد الفازات فالفازتين التانين مش هيعرفوا يولدوا عزم اللازم لتشغيل المحرك. فبالتالي لازم نتأكد من الدخل دخل دخل الكهرباء مصدر الكهرباء. واو موجود مسلا في احد الفازات زي ما قلت لك في الكونتاكتور. واخر حاجة ممكن تطلع في ملف من الملفات بتاعت المطور اتحرقت. ففتح الملف دو تخليها مفتوح شايفينه وبنقيسه طبعا عن طريق الجهاز البازر. اه او جهاز اياس المقاومة للملفات. وبنتأكد اه فاز ورد تانية لحد ما نعرف ايه فيه اطعم في اي ملف من الملفات ديت ولا لأ. وكمان لازم كمان نتأكد من الكونتاكتور لان الكونتاكتور ساعت ما ببينش المشكلة دي فلازم نتأكد من الاياسات ديت. السبب التاني ممكن طبعا وجود تلف كبير في رمان او الجلب. طبعا بتحصل احتكاك عالي جدا يمنع بدء دوران تسمع زنة المطور بيحب عايز يقوم ومش قادر يقوم. بسبب احتكاك عالي جدا. الحاجة تالتا الحمل يكون اكبر بكتير من قدرة المحرك نفسه الحمل نفسه البامبة مثلا تكون متوصلة على المحرك فالبامبة محتاجة محرك قدرته اكبر عشان يدورها. يبقى كده اذا مش هيستطيع المحرك ده تشغيله ابدا وهنا طبعا يجب التأكد من سلامة الحمل نفسه لان ممكن يكون الحمل مناسب لقدرة المحرك ولكن فيه مشكلة ميكانيكية بتمنع تشغيل هذا المحرك. فطبعا لو تأكد من سلامة الحمل فاذا كان الحمل سليم يجب استخدام محرك اعلى في القدرة تتناسب مع هذا النوع من الاحمال. الحاجة التالتة او العطل التالت المشهور العطل المحرك لا يصدر لا يصدر اي صوت ولا يبدأ في الدوران يعني ولا تضلع صوت ولا بيدور حتى. يبقى كده ممكن سببها انه ممكن يكون فيه فاستين سقطه او اكتر او مصدر الكهرباء مش شغيل اساسا خالص فمش هتولد اي عزم يدورها اذا المحرك تمام. او عدم وجود توصيلة او دلتا مش هيكتمل برضو دائرة المحرك مش هتكتمل يعني مش موصلة. يعني اتا كده كده في حاجة في توصلات خطأ. العطل الرابع ان المحرك يعمل بدون حمل بشكل كويس جدا. ولكن عند تحميله لا يعمل. دي بقى هتلاقي سبب من الاسباب ديات ان الحمل اكبر بكتير من قدرة المحرك. وشفناها في الاسباب اللي فاتت. او تلف رموان بيلي او الجلب فيتولد احتكاك يمنع المحرك من الدوران في حالة وجود حمل. تمام? او وجود في حالة المطور هو من نوع قفص السنجابي. وجود فصل في القطبان الداخلية في العضو الدور في القفص السنجابي نفسه. على الحلقتين. وده طبعا تقدر تشوف درس ملفات القفص السنجابي للمحركات. بيبقى في فصل في قطبان القفص السنجابي على الحلقتين. فمش هيتولد عزم المقنن للمحرك نفسه. وطبعا علاج ده طبعا علاج المشكلة ديت ان احنا ازا كان محرك قدرته عالية يتم لحام القطبان المنفصلة من بعض. بنشوف القطبان المنفصل نفك المطور نطلع قطبان المنفصل نعملها لحام. واذا كان محرك قدرته قليلة فعادة يتم استغناء عن هذا المحرك او عن هذا الجزء الدوار ونجيب جزء جديد مكانه ونركبه فيبدأ الدورة المريطانية. وده عطل يعني ايه ندر الحدوث ولكن آآ صعب استكشافه يعني. وفي الحق السبب الاخير لهذا العطل ان خفاض فرق الجهد بالنسبة كبيرة فلا يستطيع مولد آآ او فلا يستطيع المحرك توليد العزم اللازم للحركة. العطل الخامس برضو ان المحرك يعمل ولا يوجد ارتفاع في درجة حرارة ولكن صوته عالي. طبعا هنقرب هنعمل حاجة. هنعمل حاجة يتم تشغيل المحرك بدون حمل. يعني هنفصل المحرك عن الحمل نفسه. نفصل المحرك عن المضخة مسلا. فاذا استمرر صوت العالي يبقى كده المشكلة كانت في الرمان بيلي او الجلب في المحرك نفسه فيتم تزهيتها او تغييرها بشكل كامل. يبقى المحرك في مشكلة ميكانيكية. واذا المحرك اشتغل بشكل عادي جدا والصوت كان ناتج عن التحميل. فيتم تأكد من سلامة الحمل نفسه بعد من يعني سلامة المضخة نفسها نتأكد ان هي ما فيهش مشاكل ميكانيكية. وممكن يكون السبب في وجود تلامس بين المروحة مروحة التبريد وغطل اللي هو غطل لفوق المروحة بتاعت التبريد. ممكن يحصل احتكاك. يعني بسبب اه 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 ما اتربطش كويس عملت عملية سيانة. وما اتربطش كويس. فيحصل احتكاك في اسم يعمل صوت عالي جدا. وما كانش ودرجة الحرارة طبيعية. يبقى ازا لازم تأكد من المشكلة دي. واخر حاجة ممكن تتأكد وجود جسم غريب في المحرك. ممكن يصدر صوتا اثناء الحركة. وده برضو بيبقى سبب نادر. ممكن تكون انت عملت عملية سيانة. ودخل جسم غريب يعمل صوت الاحتكاك دوت. وانت مش عارف هو فين. فلازم تفك وتأكد من هذا العطل. احنا قلنا تقريبا معظم الاعطال اللي بتحصل للمحركات وبتحصل اعطال كتيرة. لازم تتأكد وتمشي على دوائر الكنترول بشكل منطقي. آآ ومرتب جدا. هتلاقي نفسك ما فيش اي مشكلة في دوائر الكنترول خالص. وبكده انه بقى احنا نهينا دورة الكلاسيك كنترول. ونتمنى لكم النجاح وتوفيق بازن الله.